في زيارة ليلية لمدينة القيروان تفقد مهدي مبروك وزير الثقافة والمحافظة على التراث أهم المعالم التي تم الاعتداء عليها كسور بابتونس حيث ناقش صاحب المشروع السياحي الذي قدم له مبررته وفي محيط جامع عقب بن نافع عين الوزير البناء الفوضوي المحيط بأول مسجد في شمال إفريقيا وأطلق صيحة فزع لما يحدث من انتهاكات خطيرة نحو التراث المسجل عالميا محملاً الصورة الجهوية تمسؤولياتها التاريخية في تطبيق القانون وتنفيذ قرارات الهدم متابعة ملفين الملف الأول هو التجاوزات التي وقعت مؤخراً ربما هي تراكمت ولكن ضعفت في الأيام الأخيرة ولنالت معالم ومواقع أهم الصور وعدة معالم أخرى نحن سنحتكم القانون وسنتابع ما مبني على باطل فهو باطل ولن يفلت أي واحد من جريمة الاعتداء لتراثنا ونحمل مسؤولية إذا ثبتت مسؤولية سلطة بلدية أو سلطة جهوية أو أيضاً بعض مسؤولية معدل الوطن للتراث سيكون كل هؤلاء محل مقاضات والعدالة فوق الجميع وعين الوزير فسقية الأغلب التي تعاني الأمل مؤكداً على ضرورة ينقاذ هذا المعلم التاريخي الهم وتوظيفه من أجل السياحة الثقافية كما عين الوزير المتحف المقابل لجامع الأظم الحلول أن نلتج إلى القضاء ولن نستسلم وربما سنعمد إلى تعبئة الرأي العام من أجل أن يعتصم هنا لوضع حد لهذه الأشكال وفي أخبارنا العالمية ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر